أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي هندخل شواء في تفاصيل تريند الأهلي والمحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا لأن بالتأكيد خلال الساعات القادمة الكل هتكلم على مباراة السوبر واستعداد بيتس موسماني وكمان بعد الفوز والتأهل على حساب سانداونز التشكيل الخطة الأداء الفني اللي كان موجود في مباراة السابقة أكيد هيكون فيه اختلاف في مباراة السوبر الإفريقية نمضى بعض تريند الأهلي من الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر أهل موسماني يستقر على تغيير خطة الأهلي أمام نهضة بيركان طبعا الفكرة بتكلموا على أن الأهل يلعب بطريقته المعتادة والمكونة من 4-2-3-1 مع عودة كلها من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر للمشاركة في مركز الجناحين أو الاعتماد على أحدهما مع النيجيري جونيور أجايي طبعا المباراة السابقة كان فيه اختلاف شوية في الشكل الفن والتكتق طبقا لظروف المباراة لعبنا برامي ربيعة في لبرو متقدم أمام الرباعي خط الدفاع كان فيه استغلال لصراعات صلاح محسن مع أفشا ومحمد شريف وبالتالي ما كانش موجود طاهر فيه التشكيل الأساسي تم بقع كده الدفع به جونيور أجايي فيه التشكيلة الاحتلاطية مباراة نهضة بيركان هي مباراة تكاس مباراة بطولة فبالتالي هيكون فيه دوافع وشغل فني مختلف لكما أن شاء الله بإذن الله أهم حاجة الحضاشر اللي هيبدأوا بإذن الله يكونوا موفقين في هذه المباراة لأن عنصر التوفيق يا جماعة مهم جدا قبل مباراة سانداونز لما التشكيل تم إعلانه الكل كان خاف والكل كان متخوف وألآن من اختيار بيتسو للطريقة اللي ممكن يلعب بها أمام سانداونز بعد الأهل المفاذ وتأهل للدور نصف النهائي الكل أشاد بطريقة اللعب والتشكيل فبالتالي مدير الفني أضرى وأكتر واحد عارف الإمكانيات لعبته والطريقة الأفضل اللي لعب بها هذه المباريات فرفقاً بالجماهير عبر السوشيال ميديا بيتسو موسيمان يا جماعة لأنه في صراحة كل ده بيعمل ضغوط صعبة جداً على الجهاز الفني وعلى اللعبة طيب الخبر التالي اللي معايا من خلال الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر نشروا إحسائية رقمية لحصد طاهر محمد طاهر في الأهل خلال 30 مباراة أحرز خمس أهداف وحقق بطولة وميداليا طاهر محمد طاهر أحد الأوراق الأساسية والرابحة في تشكيل الأهل بقيادة بيتسو موسيماني خلال 30 مباراة في خمس بطولات مختلفة أحرز خمس أهداف وصنع هدفين طيب هو طبعاً لسه بدري أوى على فكرة التقييم ونحن نعمل سكاوتينج وأرقام وإحصيات للعبين اللي لسه الموسم طويل لسه فيه 3 مباراة دورة أبطال إفريقيا نصف النهائي مباراتين والفاينال مباراة واحدة لسه الدوري مشوار طويل ما يتبقى من حوالي 14-15 مباراة للأهل لسه كاس ماصر فبالتالي لسه فيه مساحة للتقييم الفترة الجاية نقدر نعمل إحصائية دي وهذه الأرقام ولكن في نهاية الموسم لأنه ممكن طاهر في مباراتين ثلاثة يحرز أهداف وتكون مؤسرة زي الهدف الأحرز الأول في سانداونز هنا على استاد الأهل والسلام في لقاء الزهاب طيب أروح كمان للصفحة الرسمية ليلا كورا على الفيسبوك نشروا صورة تسقرة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهل ونهضة بركان المقرر لها يوم الجمعة بصوا طالما الأهل هيلعب مباراة رسمية ودية في أي حتة في العالم هتلاقي جمهور الأهل حاضر وموجود وفي الموعد ما فيهاش نقاش وبالمناسبة أكبر دليل أن لو كانت الجماهير متاح لها تحضر وتستقبل الفريق في المطار كنت عتشوفه أعداد غير طبيعية لكن هو البعض بيحاول يشتغل على التريند ويعمل مقارنات أرجوكو بلاش المقارنات أرجوكو بلاش اللعب على وطر الجمهور من شعبية أكتر من مين الناس كلها عارفة والناس كلها شايفة وفي أحداث كتير أثبتت فبلاش اللعب على وطر ده خاصة لما بيكون من زملاء صحفيين أو إعلاميين ده ممكن الجمهور يعملوا على السوشيال ميديا لكن الناس المسؤولة أو الناس اللي لها في المجال بشكل كبير ومهنية بتنفعش تعمل مقارنات وصورة سوبر من سنتين وسوبر النهاردة فيه إجراءات احترازية وقد فيه تعليمات مشددة ما يكونش فيه جمهور في استقبال بعثة الأهلي ولما الأهلي وصل كاس العالم شفتوا الاستقبال كان عامل إزاي أهو دليل مدي ودليل واضح للناس التذاكر مغرد ما تم فتح السيستم حوالي 2500 تسقرة للآلي تم نفسهم في أقل من ساعة وبالمناسبة في 2500 أيضا كمال للأشقاء نهضة بركان المغربي ممكن تلاقي منهم جمهور الأهلي حاجز تذاكر ويكونوا موجودين ده وارد لأن الأهلي شعبيته كبيرة والأحداث هي اللي بتفرض نفسه وبتقول جمهور الأهلي لما بيكون الأهلي موجود في أي مباراة جمهور الأهلي في الموعد وموجود مع فرقته أي أن كان المباراة فين ومع مين الجمهور حاضر عشان يشجع فريقه مباراة السوبر كانت في الأول يا جماعة عايز أأكد على معلومة مباراة السوبر في الأول كان قرار رسمي بعدم إقامتها بحضور جمهور لكن بعد ذلك لما الإجراءات الاحترازية تم تخفضها وتقليلها في الدوحة خلال هذه الفترة وقبل لقاء السوبر يوم 28 تم السماح من السلطات المختصة واللجنة المنظمة المحلية في الدوحة بإقامة المباراة جمهور لا هو قرار كاف ولا حد تدخل خلينا نتكلم بأمانة ما حدش تدخل في البداية كان قرار صحي وعودة الجمهور قرار صحي واللجنة المنظمة المحلية هي صاحبة القرار لأنها تستضيف المباراة وهي المختصة بتحديد عدد الجماهير والكاف بالتأكيد أجل المباراة أكتر من مرة ومرضيش يعملها في مصر عشان يلتزم بالعقد لأنه كان عايز الجمهور يحضر في مباراة السوبر الإفريخي طيب كمان معايا الحساب الرسمي لتلتمائة وستين سبورت تلتمائة وستين مصرية على تويتر صورة لبيتسو موسيماني وبيتسو موسيماني من اللعابة المهلية اللي كانوا مابلين في منتخب بنوب إفريقيا لكن يبدو أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي يمتلك مهارات أخرى غير التدريب طبعا بيصدوا مهارة اللعب والمهارة في أرضية الملعب وطبعا بيتسو موسيماني يا جماعة أنتوا لسه ما قربتوش من شخصيته بشكل كبير شخصية جميلة جدا في الحوار وفي الحديث وراجل ودود وكمان بيحب الهزار بس ضغط المباريات وحالة الضغط اللي في الأهلي لسه الناس ما تعرفتش على شخصية بيتسو موسيماني بعيدا عن الملعب وأكيد إن شاء الله مع البطولات والفترة الجاية هيكون فيه مساحة أن نادي الأهلي أو جمهور الأهلي يعرف أن عنده مدرب بيمتلك شخصية تقدر تضيف إن شاء الله الفترة الجاية سلسلة من البطولات وعلاقة قوية مع عدد من اللاعبين الفترة القادمة آخر حاجة معايا الحساب الرسمي لبوابة أخبار اليوم على تويتر نشروا تصرحات لمدرب نهضة بركان عن السوبر الإفريقي قال فيها لا نهاب أو لا نهاب لا نهاب النادي الأهلي بدرو بن علي هو مدرب أسباني لفريق نهضة بركان قال إن مباراة فريقه المقبل أمام النادي الأهلي في كاس السوبر ستكون قوية للغاية مش لا أنه يحترم منافسه لكنه لا يهابه يعني بمعنى ضدك مش خايف من الأهلي وبيحاول يعمل مباراة كبيرة طيب بكل تأكيد هي مباراة فريدة من نوحة لم يسبق لفريقه وأن عاش أجواءها في السابق لكن بالنسبة له هي الأول مرة بيتأهل للسوبر الإفريقي هو طبعا كان موجود قبل كده كبطل الكنفيدرالية طبعا بيشاد على إنه سيوجه نادي عملاق بطل دورة أبطال إفريقيا وسيتوجد بوصفه بطل الكنفيدرالية ولا خوف أو ولا وجود الخوف من المنافس بنعرض لكم دلوقتي على الشاشة كمان صورة للملعب وصورة للتالت شمال وحجز التذاكر تلت شمال بالكامل من جماهير النادي الأهلي إن شاء الله هتكون موجودة في هذه المباراة في التلت شمال تلت شمال كلنا عارفين طبعا هو يعني مصدر التشجيع ومنبع التشجيع للنادي الأهلي وقوة دفع كبيرة جدا للنادي الأهلي في المباراة الكبيرة والتاريخ موجود الناس تدخل وتشوف جمهوري الأهلي عمل إيه في التلت شمال على مدار مباراة إفريقية كان ليه هي الدور القوي في إحراز يعني بطولات عديدة مباراة القط الكاميروني 2008 وإن شاء الله في هذا السوبر يقدر الأهلي يحقق السوبر الإفريقي بعد غياب حوالي سبع سنوات لا ننسى كمان إن الكابتن واق الجمعة هو الكابتن التاريخي اللي أحرز السوبر ست مرات من 2001 حتى عام 2014 هيكون موجود إن شاء الله في الملعب وبيشوف أبطال إفريقيا بيستلموا السوبر الإفريقي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه نكملين مع حضركم بقى فقرات برنامج التريند